اختلاف أراء الخبراء حول نجاح عملية الدفع الإلكتروني يطرحوا جادلاً كبيراً بعد فرض التعابن بالسقوك البنكية على جزء معتبر من المعاملات المالية يحوز ملف تحديث وسائل الدفع في الجزائر وتعميم استخدامات التكنولوجيا الحديثة حصة الأسد من اهتمام وزارة المالية في الوقت الراهن خبراء الاقتصاد ينتقدون العملية ويرون أن الحكومة لا تملك حالياً الآليات الكفيلة بإنجاحها يزيد على ذلك كيف تطلب من التاجر أنه يثيق في الشيك ويثيق في التحويل المصرفي هو عندما يتلقى شيك بدون راسيد صاحب الشيك بدون راسيد إذا عقب سيسجل لكن هو التاجر وش رح يعنده فايدة من السجن هذا المواطن إذا عنده الشيك بأربع ملاير ولا خمس ملاير أمواله ذهبت هباء منظورة شكراً رح يعوضه لذلك احنا طالب الحكومة أنها ترجع ثيقة الشيك من خلال تشديد العقوبة وأيضاً إنشاء صندوق خاص لمجابهة هذه الأخطار يعني يجب على الحكومة أنها إذا أرادت أن تشجع وتدفع التجار إلى استعمال هذه التقنية أنها تطعيهم مقابل مع ناسف شديد هكذا يعني تقول له مثلاً تعين ما لأخر عندك مثلاً تخفيض ولا عندك باريزامل بونيفيكاسون غير أن خبراء آخرين يدعون إلى التريث والانتظار ريثما تستكمل كل الأدر القانونية والتقنية الكفيلة بتعبيم العملية ورفع نسبة تجاوب المواطنين معها غير يتلقوا الأيو كوميرس في ألجيريا أتمنى أنه سيحدث سيحدث والسلام على التروازي إنه كل الألجيريا سيكون ستعطي بكارت تغيير الذهنيات التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة لإنجاح مشروعها الذي يأتي في الوقت بدل الضائع والبلاد تعيش أزمة مالية حد أحد أوجهها غلبة المعاملات المالية في السوق السوداء